مؤتمر E3 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 يبدو أنه يكون مؤتمر لكن أعتقد أنه كانوا مؤتمر مؤتمر E3 مؤتمر E3 مؤتمر E3 مؤتمر E3 هارض مؤتمر E3 مؤتمر E3 مؤتمر أرص ancora بعضه أغلب تثبت مظهر لعبة ستار واز بشكل أسطوري المهم من هذه اللعبة نشوفها في E3 وإن شاء الله تكون قد التوقعات نرجع مرة ثانية للأكس بوكس وأحد العناوين في E3 راح تكون حصريتهم Halo Infinite وهالمرة الأصدار الجديد للسلسلة بعد انقطاع المفروض ترجع بأعلى مستوى ممكن خصوصا أنه تم صرف مبلغ خيالي على تطوير هذه اللعبة ما وصلته أي لعبة ثانية من قبل Halo راح تقدم لك أسلوب وأفكار كما السابق من ناحية قصة وسنجل بلاير تقدر تلعبها بالحالك أو مع أربع لاعبين كو أوب بجانب الأونلاين المنوع والبلايلست اللي نعشقها في لعبة Halo بالإضافة أن الستيديو صرح أنه ما راح يكون فيها باتل ريال بس إذا كنت تفكر في هذا الشي ما راح يكون موجود في Halo المهم من اللعبة Halo Infinite راح يكون لتواجد في E3 وإن شاء الله نشوف ماسترشيف وعمق أكثر في الغصة ونشوف جيم بلاي فعلي للعبة وإن شاء الله إذا جربناها أيضا نعطيكم رأينا فيها والعشاق العاب لسكيتينج أو توني هوك أو لعبة سكيت في لعبة تنتظركم وهي لعبة سيشن تم عرضها في E3 سابق لمقطع تشويقي قصير لكن هل مرة إن شاء الله نشوف لها جيم بلاي وهي موجهة لعشاق هذه الهواية بدلما تشوفون مستوى الإضاءة والرسومات واقعية ومميزة وإن شاء الله اللعبة تكون ممتعة وقوية خصوصا إن في هذا الوقت ما فيه ألعاب من هذا النوع فإن شاء الله تكون هذه اللعبة ترجع لنا أمجاد توني هوك قبل أو لعبة سكيت خصوصا إن هذا النوع من الألعاب انقطع من الجيل تقريبا أيضا للأكس بوكس راح يكون عندنا لعبة Ori and the Whale of the Whispers وهي الجزء الجديد من السلسلة وكثير من ناس ينتظرونها خصوصا من تجربتها المميزة لعبة كالعادة تقدم لك مغامرة شاعرية ومشوقة وتعطيك شعور مختلف عن باقي الألعاب من ناحية الموسيقى أو المؤثرات أو حتى المشاعر نفسها في الأحداث بالإضافة إلى الغاز الموجودة كانت موجودة في إيثري السابق لكن أعتقد هالمرة راح نعرف موعد أصدارها وأيضا جربها أكثر نعطيكم انطباعة عنها وأتوقع أن موعدها قريب جدا أيضا في إيثري تم تأكيد تواجد لعبة كنترول وإن شاء الله بيكون لتجربة لهذه اللعبة وهي لعبة من تطوير السيديو ريميدي المميزين في ألعابهم والتي سوونا لعبة كوانتم بريك قبل على الأكس بوكس اللعبة تتكلم عن بنت عندها قدرات خاصة واحد هذه القدرات أنها تحرك الأشياء والبيئة من حولها تستخدمهم كسلاح ضد الأعداء وعندها بعض الغدرات الثانية راح نستكشفها بعدين وكل القدرات هذه الموجودة راح تنعكس على الأحداث وأيضا قتال الأعداء والجيم بلاي والقصة نفسها اللعبة ظهرت في E3 العام الماضي بشكل مبسط لكن هالمرة بنعرف عنها كل شيء بالإضافة أن اللعبة راح تدعم اللغة العربية أيضا لعشاق لعبة دوم راح يكون فيه إصدار جديد تكملون فيه المتعة والأكشن والقتال العنيف وسط الوحوش والموسيقى المجنونة وهو إصدار دوم انتيرنال هذا الأصدار بيكون جديد كليا لكن يقدم لك نفس التجربة بمراحل أكثر وأيضا أعداء وأسلحة أكثر راح تكون اللعبة موجودة في E3 من Bethesda وإن شاء الله نجربه ونتعرف عليها أكثر ونعطيكم رأينا فيها ومن شركة يوبيسوفت راح يكون فيه تجربة واستعراض أكثر للعبتهم الجديدة Ghost Recon Blackpoint اللعبة هذه جاءت بمظهر جديد وأيضا واقعية وتحسينات عامة للعبة لكن لا زالت محافظة على الأسلوب التكتيكي وأيضا للعالم الضخم حضرت لكم مقطع مطول في القناة لكن إن شاء الله راح يكون تجربة لها وننزلها مقاطع أكثر وتشوفوا الجيم بلاي فعليا أو نعطيكم انطباعات عنها بالنسبة لموعد الإصدار عرفناه راح يكون في أكتوبر هذا العام ايضا فيه إشاعات شبه مؤكدة للإصدار الجديد للعبة Watch Dogs 3 من يوبيسوفت والمنفروض أن يتمون الجزء هذا أفضل من السابق بغض النظر عن موضوع القصة وأيضا الأحداث نبي موضوع الجيم بلاي يتحسن بشكل كبير وإن شاء الله نشوفها في E3 وإذا كنت تحب ألعاب المغامرات والعالم مفتوح خل هذه اللعبة في بالك وإن شاء الله نشوفها في E3 وإن شاء الله يكون لنا تجربة لها ونعطيكم رأينا فيها وإن شاء الله يكون لنا تجربة لها ونعطيكم رأينا فيها وإن شاء الله عشاق العاب الزومبي راح يكون في تواجد للعبة Dying Light الجزء الثاني اللعبة هذه تم عرضها في E3 اللي فات لكن بعروض مبدئة قابلنا المطورين وشوفنا الجيم بلاي لكن هل مرة إن شاء الله نحصل على تجربة اللعبة وإيضا نشوفها بشكل أوسع ممكن ناخذ عنها معلومات أكثر بالإضافة لموعد إطلاق اللعبة فعلا Dying Light الجزء الأول كان ممتع جدا وإن شاء الله الثاني بيقدم تجربة أفضل وأكبر من السابق سوف تجعل العالم لتأتي هل سأقول حسنًا؟ ثم أنا سلطان أستيبو أريد أن أريد للعبة ما أفعل أريد أن يسعروا كيف تجربة أفضل ولمستخدمين نينتيندو سويتش لازم تخطون في بالكم لعبة لويجي مانشن الجزء الثالث ستكون متواجدة في E3 واللعبة تقدم لكم مغامرات بلاتفورم واستكشاف وأيضا الغاز وتركز على عنصر المفاجأة والرعب بالإضافة للكوميديا لعبة حلوة في إصداراتها السابقة وإن شاء الله هذا الإصدار يكون قد التوقعات للنينتيندو سويتش ايضا خلال اي 3 راح تتواجد لعبة بوردر لان 3 للتجربة لان اللعبة تم استعراضها وايضا كشف الجيمبلي وايضا موعد اصدارها اللي بتكون في سبتمبر التجربة بتكون مماثلة للجزء السابق لكن بتحسينات كبيرة وايضا شخصيات واضافات وايضا عالم جديد وان شاء الله تكون قصة افضل من السابق والعشاق العاب الار في جي والعالم مفتوح ريكون في لعبة اسمها اوتر لانز اللعبة هذي متوعدين فيها وبتكون لعبة كبيرة وقوية وتتضمن اشياء كثيرة وعالم كبير في المغامرة مبدئيا من العروض اللي شفناها وبعض المعلومات والناس اللي مسوينها مشتغلين على سلسلة فولاوت اتمنى تكون هذه اللعبة قد التوقعات هم رحيم مع بعض العناوين بشكل سريع والاشياء اللي راح يتم معها عرضها في اي ثري راح يكون في اصدار جديد لجهاز السيقة القديم وهو سيقة جينيسيز ميني راح يتضمن اربعين لعبة ويتضمن كنترولرين وايضا اتش دي اماي وبالنسبة لكولوف ديوتي مودرن وارفير طبعا شفنا العرض للعبة المبدئين للقصة لكن في اي ثري راح يكون في معلومات اكثر للملتي بلاير وباقي الامور واحتمال نشوف لها جيم بلاي ومعلومات اكثر من جانب ثاني مستحيل اي اي تسكت وتخلي كولوف ديوتي تصدر في سنة بدون ما يكون فيه اي شيء فاحتمال يكون عندهم كشف لباتلفيد الجزء السادس باحداث جديدة كليا ما في شيء رسمي لكن مجرد توقعات ايضا طفح الكيل من جمهور ايلدر سكرولز ولازم بثيزدا تورينا شيء عن اصدار الجديد للعبتهم القادمة او لعبتهم ايلدر سكرول بالجزء الجديد خصوصا ان سابقا تم ظهور عرض تشويقي فلازم الحين هذي سنة نشوف شيء جديد عن ايلدر سكرولز ايضا يوبيسوفت مطالبة بالاعلان عن اصدار جديد لسلسلة سبلنترسل لانه فعلا طال الانتظار والمفروض ان هذه فرصتهم بعد تنحي سلسلة متل جير عن الساحة لازم ترجع سبلنترسل فهذه مجرد توقعات لكن ما في شيء اكيد وبالنسبة للتايم لاين او التوقيت السنوي المفروض ان يكون في لعبة فورز جديدة والمفروض انها تكون فورزا موتر سبورت بالجزء الثامن متوقع ان نشوفها في اي ثري هذا العام وبتكون احد اكبر حصريات الاكس بوكس طبعا فانل فانتسي الجزء السابع الريميك ظهر لها اعلان تشويقي لكن اتمنى في اي ثري رح يكون لها تجربة واشياء اكثر بالاضافة لموعد اصدار ايضا شركة كاف كوم بعد الملايين اللي طلعوهم من رزينت ايفل 7 ومونستر هانتر وديبل مايك راي وريزينت ايفل 2 ريميك فهم مطالبين في الاعلان جديد عن لعبة رزينت ايفل 8 او ممكن رزينت ايفل 3 ريميك شخصيا احب جل وحب رزينت ايفل 3 واتمنى اشوفها ريميك لكن اتمنى اني اشوف رزينت ايفل 8 او رزينت ايفل جديدة اكثر مثل ما انتم عارفين تم الغاء لعبة فايبل سابقا لكن في اشاعات يقولك ان احتمال ترجع في اي ثري هذه السنة لعبة فايبل او تلميح عنها وانا اتمنى صراحا ان نشوف فايبل 4 وتكمل اللعبة مثل نسقها السابق عبارة عن مغامرات وعالم مفتوح طبعا ما رح ننسى العرض التشويقي اللي طالع للعبة هاري بوتر فاتمنى ان تكون موجودة في اي ثري ونشوف لها معلومات اكثر وغيم بلاي في هذه السنة نرجع مرة ثانية ليوبسوف مع كمية الاشاعات ان في اساسين كريد جديدة بعنوان فيكينج او هذه الامور اتمنى في هذه السنة على الاقل في اي ثري يحسمون الموضوع ويعلمون ان في اساسين كريد جديدة او لا لكن اقول لكم ان ما في شيها السنة مستحيلها تصدر ممكن السنة اللي وراها او اللي بعدها وفي اشاعات قوية تقولك ان رح نشوف لعبة افنجر جديدة بعنوان بروجيكت وهي من تطوير سكوير انكس غير موضوع لعبة السويتش رح يكون في لعبة ثانية للأفنجرز واتمنى هذا الشيء تغريبا رح تكون هذه العناوين والتلميحات اللي رح نشوفها في اي ثري واذا تساءلت وين العاب بلاي ستيشن لازم تعرف ان بلاي ستيشن ما رح يشاركون في هذه السنة لكن هذا الشيء ما رح يمنع انه ممكن نشوف بعض العروض للاستوف اس 2 او ديث ستراندينج او حتى غوستوف تسوشيما فنتوقع نشوف بعض العروض خلال فترة اي ثري لكن ما لهم مشاركة او مؤتمر واضح مثل كل سنة اما الحين وصلنا الى نهاية المقطع تمنى اعجبكم واستفدتم منه وابي كل واحد منكم يكتب شن الالعاب اللي متحمس لها في اي ثري او حاب يشوف عنها اكثر ولا تنسون تتابعون حساب الانستغرام وايضا تويتر رح يكون فيه تغطيات في كل الحسابات لكن مختلفة فعشان شذي ابيكم تشوفون كل شي نغطي هناك خصوصا الانستغرام والستوري اليومية وفي النهاية يعطيكم الف عافية على المتابعة كان معكم خالد من جيمر سناك مع السلامة